اشتركوا في القناة طبعا اشعي بيقولها على فم الله ازاي ان الله بيستجب لصلواتنا لكن احنا كتير بنشتكي صلواتي مش قوية او بحس انها مش مسموعة ازاي تبقى صلاتي قوية هقولكوا تلات حاجات تساعدني ان صلاتي تكون حلوة وحارة اول حاجة اترك الخطي افتكروا كلام داود النبي لما قال كيف اسبح تسبحة الرب في ارض غريبة كأني بالزبط وانا في حالة الخطيئة وواقف قدام ربنا فيه انسان يكون بيطلب التوبة وفيه انسان يكون مصر على الخطيئة وواقف يصلي تأدية وجه الانسان اللي واقف يصلي وهو مصر على خطيئته ومش شاعر بغلطه وانه محتاج للتوبة طبعا هتبقى صلاته فترة وغير مقبول شان كده اشعية النبي برضو يقول هانا يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تسقل اذنه عن ان تسمع بل اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم ماري اغريس يقول صلاة الحقود كالبزور على السخور يعني ما تقدرش انها تجيب سمر ولا تكون قوية يقول برضو في اشعية 58 حين اذن تدعو فيجيب الرب امتى لو صليت ربنا يجيب يقول ان نزعت من وسط قنير والايماء بالاصبع وكلام الاثم يعني ان الانسان ينزع من قلبه الخطيئة يبقى اول حاجة علشان صلاتك تبقى حلوة اشعر ان في خطيئة محتاجة للتوبة قدم عنها توبة حاجة تانية هو التمهيد للصلاة احيانا كتير ندخل نصلي ونكون مثلا نتفرج على مسلسل بنلعب لعبة بنتكلم في مناقشة معينة ونروح تخلينا على الصلاة على طول لكن الصلاة محتاجة تمهيد عشان تستمتع بيها محتاجة نفسك تهدأ عشان كده الكتاب يقول ماتا صليت فادخل الى مغدعك اغلق بابك وقديس يوحانا زهبي الفم يقول غلق ابواب الزهن افضل من غلق الابواب المنظورة يعني مش تقفل باب القوضة وزهنك كله مضطرب علشان كده التمهد للصلاة تسمع ترنيمة تساعدك على الصلاة تسمع لحن جميل ترنم انت بنفسك ان كنت تحب ترنم تسمع عيزة جميلة او مقدمة لعيزة تساعدك انك تدخل في الموت بتاع الصلاة ونفسك تهدأ من جوه ممكن ما تعملش كده لكن تقعد صامد تماما قدام الصليب ولا قدام ايقونة بتحبها تساعد نفسك على الهدوء حاجة التالتة اللي تساعدنا على الصلاة هي التغصب في مادة 11 يقول ربنا يسوع ملكوت الله يغصب والغصبونا يختطفونا ومارس حق السوريان يقول عظمة الصلاة لا تقاس بمقدار ما فيها من تعزيات وانما بمقدار ما فيها من جهاد احنا كتير نركز بصلي ومش بتيجي دموع مش بحس بتعزية من جوه لكن مارس حق يقول لنا المهم انك تجاهد اكتر والتعزيات دي ربنا بيعطيها في الوقت البناسب لكن مش في كل وقت قديسة بمقدار يقول الصلاة الروحانية تتولد من الصلاة الجزدانية فان لم تكن لك صلاة الروح جاهد في صلاة الجسد حين اأذن ستعطى صلاة الروح يعني اغصب جسدك على الصلاة وبعدين تنمو نمو تدريجي لحد ما توصل لصلاة الروح افتكروا الاية الجميلة اللي قالها ربنا يسوع على فم اشعية ويكون اني قبل ما يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع لربنا المجد دائما انا افتركوا في السكين